انا فاكرة ان اول ما اتجاوزنا احنا اتجاوزنا قبل عيد ميلاد ميلاد على طول بشهر تقريبا فانا بقى افكاري ومعتقداتي عن اعيد الميلاد انه دي مناسبة مهمة جدا وشخصية جدا وان ده الوقت اللي الشخص بيحس انه هو مهم والناس كلها بتتجمع عشانه فقررت اهمل ميلاد وفجأة واجيب بقى كل صحابنا وقريبنا وعمله بقى اكل وطرات وكل حاجة دخل بقى يعني مفيش طبعا اي علامات انبهار فدل قاعدة طول قاعدة ساكت عادي يعني يوم عادي واليوم خلص ما شكرنيش حتى ولا قال اي حاجة وانا مش فاهمة هو بيعمل كده ليه يعني ده كان يوم تحفى ده انا ده العاملة مجهود رهيب وبقى اين اكتشفت ان مينا بقى معتقداته عن الاعيد ميلاد ان هيكت بتبقى حدث ثقيل قوي على قلبه وهو ما بيحبوش وما بيحبش فكرة ان الناس تتجمع عشانه او ان هو يبقى في النص كده في ايفنت ونس تقف وتغني وشمع بقى وغاية غنى ورأس والكلام ده واكتشفنا ان احنا في الحتة دي عندنا معتقدات مختلفة وفي الاول بصراحة احنا مكناش قالين ده بصوت عالي فكان دايما كل مرة بيبقى عندنا عيد ميلاده او عيد ميلادي في الغالب بعديها بيحصل موقف كده ايه فيه شد وجذب صح؟ على انت بتتكلمي فيه يا كارول ان احنا عموما كل واحد فينا ماشي معا شنطة هي كلها معتقدات في حاجات كتير معتقدات عن الفلوس معتقدات عن الجواز معتقدات عن الخلفة معتقدات عن الاسرة معتقدات عن الشغل معتقدات عن الحياة الاسرية دور الراجل دور الست بالضبط فكل واحد فينا ماشي بشنطة فيها كلها معتقدات المعتقدات بتاعته دي للأسف ما بيلحاش انه هو في فترة الخطوبة او فترة التعارف انه هما يتشاركوا بالمعتقدات دي مع بعض فكل واحد بيدخل العلاقة مع الشنطة بتاعته فبيبتدي يحط بقى الشنطة بتاعته ويطلع عارفة اللي هو يطلع الحاوي ده اللي هو يطلع من الجعبة بتاعته المفاجأة المفروض انه هو بيبقى منتظر ان انت طبيعي هتفكر في الفروز ناس الطريقة ده حقيقي طبيعي ان انت المفروض تعمل كذا اللي هو هو ليه انا المفروض يعني ايه ومين قال ان هو الطبيعي عشان المعتقدات بتبقى جزء من ان هي اتحولت لحقيق بالنسبالي بقت حقيقة دور الراجل ان هو المسؤول الاول والاخير عن كل حاجة ليه علاقة بالمديات في الاسرة خلاص انا بالنسبالي دي مش بس معتقدي خاص لا هو ده الصح زي مثلا ان الراجل مفروض يطلع كيس الزبالة ما تفهميش اهو ليه ليه ان ده دي حقيقة اللي هو الست بتتجوز عشان الراجل يطلع كيس الزبالة برا البيت هو ده اصلا هي بتتجوز عشان كده ولا هو خد الزبالة معاك وانت نازل هو دايما وهو نازل لازم ياخد معا الزبالة ودي حقيقة يعني دي مش معتقادات بقى دي حقيقة هو الراجل المصري دوره ان هو ياخد الزبالة وهو نازل طيب المعتقادات زي بقى بتتكون ازاي احنا من اول ما بنتولد وعقلنا بيبتدي يكون معتقادات يعني مثلا انت اول ما بتعرف الالوان خلاص انت عرفت ان ده لونه اخضر لانا لابسا اي ده لونه اخضر فبقى عندك حقيقة بتقول ان اي حاجة من درجات اللون ده اسمها اخضر كل ده عقلك بقى بيعمله لأي حاجة حواليك علش كده احنا بنشجع العيلة ان هي تبتدي تقعد مع بعض وتشارك المعتقادات دي مع بعض ويبتدوا يطرحوا المعتقادات ويكونوا مع بعض معتقادات للعيلة دي واهم حاجة في المعتقادات دي هو ان احنا نبتدي نبص عليها هي المعتقادات دي بتضعفنا ولا بتقوينا هل هي بتحد مننا ولا هي بتشجعنا وبتخلينا ان نكون بنستراتش وانا عايزك ان انت تشرحي اكتر في الحتة دي ونختم بيه هقولك على حاجة يعني مثلا معتقد من أهم الحاجات اللي بنتكون عندنا يعني هو معتقدنا عن الفلوس يعني إيه فلوس وبالنسبة لنا إيه وفي الغالب مش بنقول لبعض فممكن مثلا أبقى أنا بالنسبة لي إن الفلوس هي وسيلة لتحقيق شوية أهداف وبالنسبة للشريك حياتي هي غاية هو أصلا أنا بعمل كل حاجة عشان أحقق إن أنا أكون معايا فلوس فبالتالي بنفضل هنا الموضوع ده لما بيتفتح دايما بيبقى فيه خناقات ليه؟ لأن أنا بتعامل مع الفلوس بأهمية أقل أو بشكل مختلف عن شريك حياتي فدايما بنتخاند في الغالب في الوقت ده لو ولدنا حوالينا هيكونوا معتقد إن الفلوس بتسبب مشاكل أو إن الفلوس أهم حاجة في الحياة أو إنه لقدر الله لو حصل انفصال بابا وماما سابوا بعض عشان الفلوس فلازم نعرض الأول أنا وشريك حياتي أنت معنى الفلوس في حياتك إيه؟ أنا معنى الفلوس في حياتي إيه؟ طيب إحنا عايزين كبيت طيب الفلوس دي بالنسبة لنا إيه؟ ممكن تختاروا أي حاجة وأي معنى وما فيش حاجة صحة وحاجة غلط إنتوا كبيت اتفقوا على حاجة واعرفوا إن الحاجة دي هتتنقل بالطبيعي لولادكو كمعتقد مترصخ هيجبروا عليه وأحسن حاجة نقدر إن إحنا نحطها كعيلة مع بعض هو إن إحنا نتقابل في منطقة في النص لها علاقة بالمعتقدات أنا عندي الفلوس هي أهم حاجة وشريك حياتي هو عنده الفلوس دي ولا حاجة تعالوا نتقابل في حتة في النص بيها إحنا نحط معتقد يقدر إن هو يكون متناسب معنا إحنا في العيلة اشتركوا في القناة